امين مرزوق عبدالله يا فندا انت بقى مرزوق ايوة يا فندا انت نيلت يا ابني في ايه حضرتك كلمونا عايزينك في امن الدولة دا كابل رزوق الحمد لله يا فندا دا كون حبام شكرا دا خاطب البيت تخطي ادم عبدالحي ايوة يا فندا حلوة ايه السؤال جيه على قرامتك حبا اللي تشوفوا ساعتك اي طالما بقى اللي تشوفوا ساعتك يبقى انا واغساني واخد على خطري منك يا اخي الود ادم عبدالحي دا عمل عاملة من ليلة بستين ميلا لو انت مش بيحتربك على فكرة انت في المستقبل حتبقوا زوجته وبعدين انت ابدا مصر راجل من رجالة مصر وبتذاكر خانت كلية الحقوق وفي المستقبل ممكن تبقى زابط شرطة حاني ممكن تبقى زميلي ممكن تبقى هنا موجاري عاية في امن الدولة انت مرزق يا ادم ارزوق الله مرزق ايوة فاندم بس انا عايز اقول حاجة يابني قولي ان انت عايزه بقولك احنا زميل فاضر احنا كبرزوق سامعك فاضر يا فاندم ادم ارهابي وبن ستين كلب ايوة يا مرزوق هايش تقول حاجة لأدم ارهابي وبن ستين كلب احنا بتفقين اهو مسألة خلصانة بس انا مرزوق يا صلى قصير اللي هي احتب عليك ازاي انا ما اخز احنا تبقى عارف ان ارهابي برستين كلب وما تعمليش مفاجأة واجيبوا في ايدا كده وتخش عليها عارف يا مرزوق مشكلتي في حياتي ان مفيش حد بيعمل لي مفاجأة خالص انا دايما لبقى مفاجأات للناس بس انا مرزوق انا عايزك تركز في اللي حوله لك ادم عبد الحي هنجيبه هنجيبه بس لما نجيبه احنا كنظام النظام سحيته مش هرحمك لان النظام هيعرف ان انت كنت عارف ان ادم ارهابي ومتسدر عليه هزبط لكن لما انت تجيبلي ادم عبد الحي الوضع هيختلف بص يا مرزوق جبتلي ادم مجبتليش ادم في الحالتين انت معايا جبتلي ادم هتبقى راجل من رجالتي ومعايا هنا في مكتبي مجبتليش ادم عبد الحي برضو هتبقى معايا بس مش في مكتبي هتبقى في الوضع اللي جوه وربنا يكفينا وكفيه بقى شهر الوضع اللي جوه انا بحبش احرق المفاجئات هسيبقى كده تعرفها واحدة واحدة افهم 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 يل سعاء تفضل يهلا وسهلا الحمد Roux السلام يا دكتور الحمد Roux السلام يا دكتور الحمد Roux السلام يا دكتور الله يسلمك شريف ابني الي استراجع من امريكا حمد Roux السلام يا شريف بيه ماليدك الف سلام علي يدك ما سلمك تدرس ده أجدع صعيد يشتغل عندي راجل فيه منتهى الأمانة يلا يلا روحوا هاتف الشون هوا يا دكتور هوا اوعى تغلط قدامهم انت من هنا ورايح ابني شريف هو ابن حضرتك فينا هاجر هاجر من سنين والأرض دي انا اشتريتها على أمل انه يعيش فيها ويبقى وصينة ربنا يرجعولك بسلام عطى ربي فيها ولما كبر هاجر وما فكرش فيها يلا طي الشباب ربي نادي على فكرة انا جبتلك لاب توب وفلاشة النات عشان ما بنتكلم من خلالك انت اأمم طريقة اتفتر 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 هلو يا مصطفى ازاك يا درش تحت النظر يا حبيبي انت اخبارك ايه طيب جميل جميل بقولك ايه انا عايز اطلب منك خدمة ربنا يخديك عايزك تعرفي تاريخ السفر بتاعت اذكارة باسم نانسي جورج غطاس نانسي جورج غطاس مظبوط مظبوط بص يا درش هي كانت المفروضة ان هي مسافرة ايطاليا على الخطوط بتاعتكو بس اجرت سفارها انا عايزك تعرفي انت سفر تأجل لي امتى بالزبط يا ريت يا اخويا يا ريت لا مش كده انا بس عايز اعمل لها مفاجأة ووصرها البطار بنفسي هو ادم ما بيجيش ازورني ليه عامر اصلا 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 ايه ما تتكلم قلقتني اصلا ومتهمين في قضية